اشتركوا في القناة وهسا راح نوضحها بهذا الدرس ان شاء الله وهسا راح ناخذها بالمعنى اكثر دها يعني اكثر دها دها اكثر دها وهسا راح ناخذ امثلة عليها حتى نوضحها اول شي عدنا بو دها قزيل يعني هذا اجمل بو دها قزيل هذا اجمل بو هذا دها اكثر جميل فمن تحط لها دها تقول اكثر جمالا او بمعنى اجمل هش تترجم بو دها قزيل هذا اجمل بو دها قزيل هذا اجمل بعدها او دها بحل او دها بحل ذلك اغلى او دها بحل او ذلك دها اكثر بحل غالي يعني تقدر تقول اكثر غلاءا او اغلى احنا تترجم بالعربي نقول اغلى بس اما بالتركيه يجي خلوها او وتجب معنى هذا او ذاك نفس الشي او دها بحل ذلك اغلى بعدها شو دها كتشك ذلك اصغر شو دها كتشك شو دها كتشك شو يعني ذلك دها اكثر كتشك صغير شو دها كتشك ذلك اصغر شو دها كتشك واكو صيغة ثانية للسؤال ابدها مثلا هسا عدنه هانجسي دها ازون ايهما اطول هانجسي دها ازون ايهما اطول وحس هنا اختلفت يعني صار انه يخيرك بين اثنين شون هالشكل يعني نستخدموا هالادات هانجسي هانجسي دها ازون ايهما اطول هانجسي دها ازون بعدها سارة آلي دن دها ازون هل سارة اطول من علي سارة آلي دن دها ازون سارة آلي دن دها ازون هل سارة اطول من علي بعدها بعدها هذا أرخص من ذاك وهذا أول شي شرحناها بمعنى أكثر هسا عدنا ثانيا تأتي دها في الجمل الفعلية بمعنى حتى الآن أو إلى الآن هسا راح نوضحها بالأمثلة يعني قبل شوية قلنا تجيب معنى أكثر هنا من تجيب الجمل الفعلية راح يصير معناها حتى الآن أو إلى الآن يعني راح يتغير المعنى مالتها مثل هسا عدنا يعني أنا أنتظر إلى الآن لم يأتي بكليورم دها جلمدي بكليورم أنا أنتظر دها إحنا إجتب معنى إلى الآن جلمدي لم يأتي جلمدي بكليورم دها جلمدي بعدها وهذا هنا هسا سؤال يقول لك هل أعطاكم المال ما بي هسا دها بالجواب راح تجل دها سيزي لكم برا النقود أو المال بردي أعطى المي بمعنى هل سيزي برا بير ديمي هل أعطاكم المال الجواب راح يكون بعدها فارد نزمة هل أنتم وصلتم؟ هل وصلتم؟ فارد نزمة هل وصلتم؟ فارد نزمة الجواب دها فارمدك لم نصل حتى الآن ولهنا خلص عدنا موضوع الأدات دها حتى الآن أخذنا كل شي عن الأدات دها وأخذنا أمثلة عليها ووضحناها شنو الأدات دها وشلون نستخدمها هسه راح ناخذ بعض الكلمات والجمل المفيدة اللي ممكن نستخدمها بالحياة اليومية بالذات اللي يجي جديد وما يعرف اللغة راح يحتاج هاي الجمل كل شهوعي وحسه أول شيء عندنا أعلم يوم أوضحنا لم أفهمك أعلم يوم أعلم يوم هاي فعل مضارعوا يا هظمير بن أعلم يوم أعلم يوم بعدها لطفا تكرار لار مسن هل يمكنك أن تكرر لطفا يعني نفسها لطفا أو رجاءا تكرار اعادة أو تكرار نفسها مسن هاي تستخدم يعني في ما نقول الاحترام لطفا تكرار لار مسن وياها الضمير سن طبعا لطفا تكرار لار مسن هل يمكنك أن تكرر بعدها لطفا دها يباش كنو شابي لرمسن لطفا هل يمكنك أن تتحدث ببطء لطفا دها يباش كنو شابي لرمسن لطفا دها يباش كنو شابي لرمسن لطفا هل يمكنك أن تتحدث ببطء هنا دها اجتب معنى اكثر يعني هسا لطفا نفسها قلنا معناها دها يباش ببطء اكثر كنو شابي لرمسن أن تتحدث والمسن قلنا هاي للاحترام وياها الضمير سن لطفا دها يباش كنو شابي لرمسن لطفا دها يباش كنو شابي لرمسن بعدها لطفا بنو ياظا بلرمسن لطفا هل يمكنك كتابة هذا لطفا بنو ياظا بلرمسن لطفا شرحناها شنية بونو يعني هذا ياز اللي هي اكتب وهنا الآ ما للاستطاعة وبلر ميسن بلر يمكنك والميسن قلنا ما للاحترام وياها الهال يعني والضمير سن لطفا بونو يازا بلير ميسن لطفا هل يمكنك كتابة هذا بعدها ألمان جدا مرهبة نصل دينير كيف تقول مرحبا بالألمانية ألمان جدا يعني بالألمانية مرحبة نفسها مرحبا نصل كيف دينير تقول ألمان جدا مرحبة نصل دينير ألمان جدا مرحبة نصل دينير ألمان جدا مرحبة نصل دينير بعدها ني إيش ياب يورسون ما هو عملك ني إيش ياب يورسون ما هو عملك ني ماذا إيش عمل ياب يورسون تفعل ني إيش ياب يورسون ما هو عملك أوريت منم مثلا أوريت منم أنا مدرس أوريت منم أوريت منم ولهنا حبايبي وصلنا النهاية الدرسنا لهذا اليوم لا تنسون دعم القناة باللايك والسبسكرايب وانتظرونا بالدروس القادمة ان شاء الله هذه قليا قليا